السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل من تتابع هذا الفيديو تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير تحياتنا لجميع المتتبعين ديالنا الأوفياء في المكانه اليوم إن شاء الله عندنا واحد تفوسيخة بالدون هاد تفوسيخة احنا كان سبق لنا وبرنا تفوسيخة ديال الدون ولكن بالنسبة لأشخاص اللي حاضرين وهو ما تتفوسخوا بنفسهم هاد تفوسيخة خاصة بالأشخاص اللي غايبين أو مصافرين ما كينينش معانا أو الأشخاص اللي تيرفضوا أنهم يتفوسخوا كان العديد من الأشخاص اللي ما تيبغيوش يديروا تفوسيخة ديال الدون خصوصا فاحنا غادي نديروا لهم تفوسيخة بالصور ديالهم ولكن نتيجة ديالها كأنهم حاضرين وتفوسخوا هما فانتم اللي غادي نتكلفوا إلا عندكم شي خوتكم أقرباء ديالكم اللي عندها شي خاطب ديالها الزوج ديالها لجميع أي واحد يقرب لكم غادي نديروا لي هاد تفوسيخة بالصور دياله فانا غادي ندير طريقة قدامكم وحنا هاد الدون راه من الموروطات ديالنا ماشي تطفول على هاد الشي وهاد شي ما مهم بلا ما نطول عليكم حتى نديروا عليه فيديو من بعد المهم ديال بغا نديروا الوصفة الطريقة والمكونات اللي تنحتاجوا لهاد التفوسيخة هاد التفوسيخة راها فعالة فعالة جدا في إبطال السحر والعكوسات غير ديروها كونوا أكيدين راها زوينة بزاف يديروها النساء لولداتهم يديروها وخايكون العدد ديال الأولاد كل واحد يديري بصورة دياله وديري لهم وصفة وحدة اللي عندها شي آخر أخت أي واحد ممكن أنكم تديروا ليها الوصفة ويمكن تديروها للزوج ولو الأخ وأنا عن طبق الوصفة قدامكم باش تكونوا باش تشوفوا جميع التفاصيل كيفاش تدير أول حاجة تحتاجوا لها هي طرف ديال الدون قطعة الدون تحتاجوا صور ديال الأشخاص شحل ما كان عندكم ديال الأشخاص تديرو الصور على حسابهم تحتاجوا كذلك قنينة ديال ماء الزهر وتحتاجوا شوية أوراق الحنة وتحتاجوا الطريف ديال الفاسوخ وتحتاجوا كذلك مهرز ديال النحاس ولما كانش عندك مهرز ديال النحاس ماشي مشكل تقدري تديري شي سطل صغير ماشي مشكل وماء البحر باش نطفعوا فيه أو ماء معديني بالنسبة لي ما عندوش اللي ما عندهاش الماء ديال البحر ديال الماء المعديني هادو هما المكونات اللي عنحتاجوا وندوزوا دابة باش نطبقوا تفوسيخة نتاع الدون بالقراءة ديالها فاول حاجة اول حاجة هي تناخدوا القطعة ديال الرصاص او اللدون وتناخدوا الصورة ديال الشخص وتنلويوا عليها القطعة ديال الدون بهاد الطريقة ولكنو جوج اشخاص ولا ثلاثة اشحل ما كانت كنديروا الصور ديالهم سوف تنلويوا عليها القطعة وتنبيتوها تحت راسنا هادك الشخص الي كان عندك قطعة من الملابس دياله تقدري تلوي فيها الدون ماشي ضروري ولكن لما كانتش ماشي مشكل اللي ضروري هو انك تلويها في الدون وتبيتيها تحت راسك باش في يوم الغد ديري تطبقي بها تفوسيخة فقبل ما نديروا الرصاص يدوب اول حاجة نديروها تناخدوا هادك الماء نديرو في المهرز ديال النحاس ولا نديروه في سطيل اللي عنده وبوفيه بالنسبة للناس اللي ما عندهمش المهرز وناخدوا الصور إذا كانت بالنسبة للمرأة تدير تفوسيخة ليها والراجلها تفوسخ مع راجلها تدير تلصق الصور على الوجه على الوجه بشوية ديال العسل نديرو الصور ديالهم كاملين في هذا الماء كان شخص واحد ديرو صورة واحدة ديالو نديرو صورة ديالو في المه ديال البحر واللماء المعديني ونكبو عليه الماء الزهر نديرو طرف ديال الفاسوخ وعاد عنده زودابة باش ندوبو الدون غادي ندوبو الدون او الرصاص وغادي نقرأو عليه القراءة ديالو الخاصة بهاد الوصفة وهاد القراءة ديال الدون طبعا غادي نخليه لكم في صندوق الوصف وعندو زودابة باش ندوبو الرصاص افسخ يا خفيف ما عملته الايدي وما مشت عليه الارجل وتكلمت به الالسينة افسخ يا خفيف ما غلقت عليه الابواب وما اجتمع عليه الاعداء والحساد افسخ يا خفيف ما عمل في دم العصفور افسخ يا خفيف ما عمل في حرق المصابيح وما عمل في سنون الرماح افسخ يا خفيف ما عمل في الطيبة والطير والشمع واللحم الخنزير أفسخ يا خفيف ما عمل في الذهب والفضة وما دفن تحت العتبة أفسخ يا خفيف ما عمل في النحاس ونقشف الرصاص أفسخ يا خفيف ما عمل في القزدير والقبوب وما عمل في غرفة المطلوب أفسخ يا خفيف ما عمله اليهود واليهوديات وما دفن في القبور المنسيات أفسخ يا خفيف ما عمل في الشجرة وما دفن في الكهوف والمطمورة أفسخ يا خفيف ما عمل في التمار وما عمل في الآبار والويديان والبحار والأحجار أفسخ يا خفيف ما دفن في السواقي وما دفن في الأواني تحت السبع متاني والذين يجهلون عشر بقوم حوله أفسخ يا خفيف بفضل ستة أيام خمس صلوات أربع كتب ثلاثة إبراهيم وموسى وعيسى أفسخ يا خفيف بحق الواحد الأحد أفسخ يا خفيف سحر الساحرات ومكرى الماكرات والجيني والإنس أفسخ يا خفيف ما عمل في العنكبوت وما دفن في أركان البيوت أفسخ يا خفيف ما عمل في الأقدام وما كتب بالأقلام أفسخ يا خفيف ما عمل في النار بحق الملك الجبار ولا حول ولا قوة إلا من الله بعدما تندوبوا اللدون وتنصبوه على الصورة وعلى المكونات تنولي وناخدوه ونولي ونعاودو ندوبه بنفس الطريقة هاد الطريقة اللي درت تنعاودوها ثلاثة ديال المرات هاد الطريقة اللي درت قدامكم وتنزيدو جوج مرات آخرين تنعاودو ندوبوا اللدون ونعاودو نتفاوه ونولي ونناخدوه ونعاودو ندوبوه ونعاودو نتفاوه هاد الطريقة فعالة جدا 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 التفوسيخة والإبطال السحر كيف ما كان نوعو فكاين التفوسيخات بزاف ولكن تبقى الرصاص أو الدون هو أحسن مكاين في التفوسيخة فتن ناخدو الصورة اللي تنسالي وناخدو صورة او صور ديال الاشخاص اللي فوسخناهم والماء والحنال اللي معاه هو دكما الزهر اللي تفايمو الماء اللي يتفينا فيه تنديوه هالشي جريضة وتنكبوه فيها كانت هذه هي تفوسيخة لدون بالصور بالنسبة الاشخاص اللي ما كانينش معاكم فيمكن لكم تديروها لوليداتكم الخودكم الأزواجكم لأي واحد حبيته تديرو ليه تفوسيخة فهي فعالة جدا 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 وما تنسوناش من الدعاء ديالكم وتبارك الله عليكم بالتوفيق الجميع السلام عليكم اشتركوا في القناة